اشتركوا في القناة عندما تأخذك المغامرة للتجول في شوارع هذا الحي لا يخطر في بالك أنك تتواجد على أرض عاصمة أوروبية مشهورة بل في حي من أحياء مدينة مغربية كترنجة أو الضار البيضاء أو المدور أو وجدة جل المحلات التجارية تحمل أسماء مدن مغربية كتتوان والعيون أو سوس كاميرتنا تجبلت في هذا الحي ونقلت لكم ارتصامات وردود فعل جاليتنا حول قرار حكومة العثماني السمح أخيرا لمغاربة العالم والمغاربة العالقين للدخول إلى أرض الوطن وذلك وفق شروط معينة لنستمع كنت عازم أنه باش نصفروا للمغرب لإحياء صلة الرحيم على العائلة والأهل والأقارب والأحباب خصوص أن هذه العطلة الصفية هذه السنة بحس السنة الماضية كانت زمن مع شعيرة عيد الأضحى المبارك ولكن في الخلف شفنا الحيثيات ديال البيان اللي كان غامض نهار الأربع وفي اليوم الموالد تضحت صورة الكثير من الصورات التي تدروا تماماك أنا كنت أسميها الصورة تعجيزية لأن الحماية جيدة ولكن أحب ذلك لو كانت مثلا هذه التحاليل التي تطلبوا من الناس لتديروهم هنا كانوا يداروه في المطارات من يوصلوا الناس أو لا في الموانئ فين ستقبلوا البخيرات يداروا تماماك سيق بلاس هكذا سيكون واحد النوع اللي يتحرك العجلة الإقتصاد لا يوجد هناك لا يوجد هناك هنا للمواند الكونجيك يتحطوا واحد المودة قبل من تاريخ الصفر أنا شخصيا بقيت إلى آخر ساعة وفي الأخر الكونجيك كنت مضطر أنه باش نأنه له لأنه مدام تضحت الصورة ما غير نصفره إذا هذا كان سبب عامل الثرع على عليا شخصيا وعلى العائلة خصوصا للدريس صغال إنه مثلا إحنا ولما صفرنا جدابا نقدر نصفره في سبتمبر أكتوبر ولما شي مشكل ولكن درالي الصغال العطلة المتنفس الواحد اللي كيكون عندهم أنه باش يزوروا البلد ديالهم الأصلي المغرب هو جوي واللاوت في ديال الشرط اللي فرضها المغرب واللي فرضينهاand هنا في بلجيكا لا يوجد أي شيء سبب لدفعك تبشي الديارة تقريبا الشرط هي شرط تعجيزية كثيرا ولا يمكن تقريبا الفلوس التي تخسرها في المسائل أكثر من ناخص في المغرب كما يتحدث عن الكمجيه بل تستيت السبب وشريطة سبب هذا ما يحدث كنا كنت أطلب ولكي كان لدينا الكثير من المحاولين وكان لدينا الكثير من المحاولين لكن لم يكن هناك شيء ما يتم لا حكومتنا ولا تهناية. تهناية رفض عالينا بأن الى خرج سيارة ستتقلس واحد ربعتاشر يوم في الدار ديالك ولا تتخلص ربعة لفض الأورو. وبالتالي ما ما يمكنش. كل شيء غيش دل الأرض. إلا اللي عندو الوالدين ديالو مرادين ولا شيء حاجة لي هي كبيرة. لا يمكن ان يذهب. يمكن ان يذهب. لأن لكن في الوقت ان لا يوجد غرارة الآن. ما بالنسبة لي ليس حاجة. ان شاء الله نعمل. ان شاء الله. وان شدت نفس الشن الباركة ان شاء الله. وان شاء الله. نعم لكي تلك مغربية الدنيا. ما قام بك بالصراحة. ما قام بك بالصراحة. سوف نسمح للعنوث الدنيا سوف نسمح للعنوث الدنيا سوف نرخي لا لا أعزيزي أنا من الأفريق أنا من الأفريق سوف أدور التحراث هل تفهم؟ أنا حقا في أكثر من أكثر من الأشخاص أنا لأكثر من الأشخاص من المعزنين من المقارب أن يكونون كبيرا ولكن يدعي العنوث عن فعل's م soakتبال في الوصف من الأنوث الدنيا من الأسجل إلى الأفريق حتى سوف نسمح أذكر При الوصف الدنيا حسناً، كنت مفكر أننا في صفحة دغن في وزوف المغرب. ولكن بعد كورونا لا. يغير سرعية، لا يسلحيش نمشي. هل كانت شهرات؟ ومعارضة لديك المغرب؟ هل كانت شهرات؟ نعم، كانت شهرات ومعارضة لليبيا. هل كانت شهرات؟ 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 وليسى ما أصبح آر Minnesota هل كانت شهات؟ ولم يتفقونها. نعم أن المتعلقة، لا كان مشترات من المغربوب. المشيدي دエرام، وجلت سادق المشكلة، وكذا لم يقررون أن يقررون أن يقررون أن يكونوا أسيرون في البلاد لكنها يجب أن يكونوا أسيرون في البلاد عندي نورمان موادوت وأبصح لحدلان ما كاين وديجطية ربما رايانار ما كايناش للمغرب يمكن لايروبور لأننا نخصني نزل في وجدة يمكن وجدة ما كاينش لايروبور وجدة ما كاينش المهم كانت تعقيدات شوية صعب أنك تهود يعقدوا شوية المسائل ونطلبوا أن من الحكومة أو المسؤولين على الجالية أو الوزير الجالية أنه يشوف هذا الموضوع يأخذوا بجدية لأنه مشي غيانة كان مجموعة كبيرة من ناس اللي بغين يهودوا بغين يفوتوا لعيد في المغرب ولكن لغالب لأنه كان بعض التعقيدات شوية قسحة على المواطن أنه واحد العدد كبير كانوا يصفروا ولكن تراجعوا الأسباب كثيرة ولكن نجملها في جوش ثلاثة ديالة المحاول وهي السبب الأول غلاء تذكر أثمينة باهدة الجميع يعلم أنه في شهر يوليوز و شهر غوش تكون الأثمينة دائما طالعة ولكن هذه الخطراء أثمينة باهدة لا يقبلها العقل خصوصا أفراد الأسرة إذا كانت تكون ثلاثة الأفراد ربعة أو خمسة الفوق رأيك شي غالية كان هذا الشي جل التحاليل كما قلت لك هذا الشي التحاليل كان أحب ذلو و يدار و تمك في المغرب من يغاد يوصلوه و كما قلت لك توقع واحد الانتعاشات للي اقتصاد النوعي و هذا الفلوس يتحطوه هنا يمشي وتحطوه في المغرب المختبر متنقل في المطارات في الموانئ ولكن مع الأسف النقطة الثالثة وهو أنه كان واحد المشكل اللي عاشوه الناس كل واحد منا و لما كانش من العائلة دياله و الأقارب دياله كان المعارف دياله أنه بقوم بلوكين سواء هنا في الخارج خصوصا بلجيكا سواء في المغرب الناس اللي مقيمين هنا بالخارج هذا السبب خلا واحد تخوف كبير أنه كيقول لك أنا غاد ينمشي ولكن و لبقيت تماكن بلوكي خصوصا الناس اللي عندهم الأولاد اللي عندهم الأولاد و اللي كيخدمون عندهم التزامة مهنية و عندهم التزامة ديال الدراسة إذن كان واحد تخوف